اشتركوا في القناة انا وانتو طيبين Mindmakers هو بنامج مسابقات تفاعلية خصصناه لأبطال التعليم معلمين مصر المبدعين في Mindmakers هنشجع إبداعهم وينعزز مهاراتهم لو انت معلم مبدع تحب تنافس وتظهر مهاراتك وخبراتك عايز تشارك إداعك مع زملائك ما تترددش انضم لنا في Mindmakers لانه فرصة مميزة لكل معلم مميز يقدر يظهر إبداعه ومهاراته ويتنافس مع زملائه في ديئة دفاعولية يتعلم حاجات جديدة ويطور قدراته انتظار تواصلكم بنا من خلال صفحات Mindmakers على السوشال ميديا ودلوقتي نرحب بهية تحكيم البرنامج اللي معنا النهاردة ونبدأ مليمين الدكتورة هنائي البيبلاوي مديرة مدرسة أهلا بحضرتك ودكتورة والمهندس أحمد زكي أهلا بك وشمالك؟ والأستاذة نهال الحديدي شعارة وبحيثة في مجال لغة الإيزلية ومترجمة أهلا بك يا سلام أهلا بك ونتبهي التوفيه لكل المتصادقات اللي معنا النهاردة ونخرج لفاصل ونرجع نرحب بالمتصادقة رقم واحد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صغراسي قنقر رغم ادراك space وانا التأكيد موجودة الم変 Williams المغادر الدولة مرض تلك التغذية بدراست الجنة it changed the form but it didn't change the kind of matter it's still a balloon If you left it, it'll be turn back to a balloon So that means it changed the form the balloon stretched But it's still a balloon We call this a scientific term called physical change What do we call it? Physical change And this word it doesn't start with an F It starts with the PH So this is the physical change ويجب أن أردت التوتيبات على أكثر تقاربية جائعي تحصلت cœلم تمامًا كمستغل حقاً تحصل الآن؟ سأعطتك كي تحصل طريقاً سألت ، تحصل على أكثر؟ أول اوضع أقل أعدام بل عامت呢 لماذا كنم طرق أن تقنطع وحدثت الضيجي تحصل علمال تحصل علمال سنجزية الضيجي معينة في حالات الالتية ما علينا تحصل نائم؟ ماذا نام؟ ولدنا؟ الشيخ SAMANTiska when the ice cream melts can I solidify it again can I freeze it yes what about the chocolate when it melts can I return it back yes so I call this a reversible change or a reversible reaction what is the meaning of reversible reaction that means I can undo the reaction okay now there isn't only one change in the matter there is also something called a chemical change can you guess نعم and then it turns to ashes. Can I return the ashes back to life? No! Impossible! But let's do the experiment and see what is going to happen. But first we need to do the safety precautions, wear our lab coats, and wear our safety goggles. Okay?! Cool! So our experiment for today is to prove what the meaning of chemical change. Chemical change. So the first thing I will do is سألون من أفضل مستخفضة على مستخفضة. أنا لديها مستخفضة. أفضل من يمكنك تحديده في قطعة. فأنت تشكفة هذه المستخفضة. شكرا 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 شاء الله. انا حقيقي مبسوط بما ان انا راجل بتعلوها يعني. مبسوط اني بسمع انجليزي مضيف. وداني مش لقطة تلوث. ده في حد ذاته كويس جدا. فانا حقيقي بحقيقي. انا مبسوط جدا جدا من نقطة دي. تاني حاجة بتاعك كان رائع. يعني عملتي كل حاجة. وقت كان ديق. واحنا يعني حاولنا نديك وقت زيادة. ولكن اه مبسوط. مبسوط باللي شفته مردد. سكرا. انا روح بقى لجنة تحكيم. هبدأ بالدكتورة هنا. ايه رأي حضرتك في الحصة كمقدمة وسط نهاية. هي كانت بتشرح معينة. البعض اخدت بعض الكميات دي وعملت له لكن القبل كده قدمتهم بشكل نظري. في في حدود اللي اعتقد لو عنك يوقت. الوقت. اه. لكنت هتجرب. كمان. حلو جدا. حضرتك ان طبعا التجريب المعمالي اللي بيحصل دوت بينمي جدا عندهم الملاحظة. فانتي كانت اسئلتك يعني بتسألهم لاحظتوا ايه وعملتوا ايه. طب وانت عارف ان التجربة كلها اختبار ظواهر او فرضيات. اسئلتك كانت حلوة جدا. وعجبتني جدا عن التجربة. ومتهيلا لو عندك وقت اكتر كنت هتسألي اسئلة اكتر. فانتي لو قول انك انت بتنمي الملاحظة. نمية الملاحظة المباشرة. لاختبار ايه هو الكيميكال. انا 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 امسل ساتسفيت. او ده 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 التجريب المعمالي العلمي يعني. قدمتي انا ركزت بس على التجربة. قدمتي اسئلة واضحة لتنمية الملاحظة المباشرة. وتنمية اختبار حاجة احنا سألناه في الاول ايه هو الكيميكال تشينج. كان فيه انبوت فكان فيه اوتبوت. عملت الكيميكال. اسئلتها كانت حلوة جدا عن التجربة دي اكتر حاجة. تمام تمام. يعني. اه باش مهندس. فكرة الكريتيفتي او ليفل الكريتيفتي احنا من قدام تجربة. ولكن هي عملتها بشكل ما خلى كل الطلاب معاها مشاركين في الموضوع. فالستورو انجاجمنت اللي كان موجود شايف قدرتها على جذب الطلاب وتفعولهم معاها. طيب. هو مبدئيا اه. خلان نبدأ بنقطة هي عملتها وهي سورة في الجامعة. ودي نصيح لأي طالب بيدرس. هي حضراك عشان تخرج رسول عمل. ما ينفعش تكتفي بس بالدراسة في الكلية. اه بتدرس في الكلية بس لازم تعمل مهاراتك. يعني انا شايف حد هو كان متمرس طول الجامعة. فسوبر برابو عليه. حتت بقى القايم لانا كنت شايف حد هو جاي. عارف ان دي مسابقة. وعارف كويس ان في الاخر في حد هيكسب وحد هيخسر. عارف ان في حاجات لازم هنركز عليها فماشاء الله بجد. في نقطة اخيرة بس. احنا على حتة كنت مستاني اكتر من كده. اه اه. انا عارف الوقت. بس في جد كنت مستاني اكتر من كده. او انا ممكن. عجب من الكيميكال تشينز كان فيه فعلا كرياتيفتي شواء. يعني كان فيه شو. لكن الجزء بتاع الفيزيكال لأ كان محتاج اكتر من كده. شكرا. 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 ما زياني اي رايك فيها كناموذج للمعلم اللي بيدار الساينز باللغة الانجليزية اولا ما تتخدمتش عاربي خالص. خالص. وما حسناش انها هتتلاك لك خالص. ولو طلعتيها برا الكلام في الساينز احطاعف تتكلم. تماما لغتك حلوة جدا دي اول حاجة لهفتك نظري. حتى اسلام عليك المؤالبتي على طول انجلش يعني ما محدش يعني نادر لما تلاقي حد بيععمل كده. ونادر لما تلاقي حد بش متخصص لغته رائعة زي كده بحييك بجد. انا اصلا مش بصدق ان انتي اولي العشرينات خالص انتي يعني شايفة قدامي مدرسة خبرة يعني اذا كانت تكوني خبرتك كبيرة جدا في مدانس او في تدريس من سنين طويلة بصغر سرنك يعني اه تمام انتي اخترت انك تقدم لهم الساينس من خلال تجربة اللي هي بتاكتر وسائل التعليم افقاء المعلومة في العقل من خلال التجربة انت بتقدمي له ايه بتقدمي له معلومة وضحوه المفهوم اتمرني على المنهج برا ملل الورقة والقلم شوية تمام حلو قوي انت بسكتي الكوردس وضحت لهم التجربة كلمة عنه ده حلو قوي ليه علشان هو بيسمع يشوف بعنين اتنين معظم بتاعتمد بالكناسيشن بتاعتمد فيزيكول كتباها والله حلو قوي انت قلت له PH مش F كميكال كنا قلنا قلنا كايبارد وتتنطب على CH برافو انا كتباها ونايف النوتس عجبتني جدا الحركتي اخر حاجة قلتيها بقى ان انت الاجراءات الامنية دي مهمة جدا انا في ناس كدير مش بتهمي بيها ممكن طالب يتصاب ممكن طالب يقع يخاف يتخض يجري من اخر كلاسي يجري بعيد فانت تقول لهم الاول هناخد الاجراءات الاحترازية تطمينيهم والتطمين على سلامتهم دي حاجة مهمة جدا في التجربة ربنا يا حميك وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفقرة الاولى والمتصادقة المبدعة لأستاذة سلوى لأبهرتنا بعرض رائع ولغة ممتازة نخرج لفاصل ونرجع نستقبل الضيفة رقم اثنين او المتصادقة رقم اثنين لأستاذة ريهام احرام فعليق لجنة التحكيم كان ممتاز جدا ومشاء الله حاجة ايجابية وححطها في الاعتبار بعد كده عشان اكيبه المايند ان شاء الله في المستقبل ريهام احمد معلمة لغة عربية حاصل على لسانة التربية في اللغة العربية خبرة 13 سنة في مجال التعليم شغلة في مدارس انتروناشنال مدرب معتمد مايكروسيبت اتعرفت على البرنامج من خلال الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حيالكم يا اصدقائي الحمد لله اليوم سأعرفكم بنفسي ولكن قبل ان اعرفكم بنفسي هل تعرفون لماذا كسرت رجلي خمنوا معي هل لانني تزحلقت في قشرة موزن ام لانني كنت شقية جدا جدا وانا صغيرة تفضل يا احمد يا محمد كنت شقية منها طغيرة سيلا ماذا تخمنين وقعت موزن 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 تزحلقت في قشرة موزن وانا صغيرة جدا كنت احب ان اقفز كثيرا وفي ذات يوم امي نادت علي وقالت لي يا تنوين بالفتح يا تنوين بالفتح لا تقفزين كثيرا ابدا لانك كلما تقفزين ستقعين وانا لم اسمع كلام امي فضلت اقفز 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 حتى فصرت رجلي هل ستفعلون مثلي؟ لا لا افدا افدا لا تفعلون مثلي انا التنوين بالفتح صوتي صوت رميم تندقني ولكن لا تكتبني لا تكتبني لقواعد مهمة جدا لابد ان التزم بها هيا بنا نراها مثل كلمة قمرا انا اقف فوق الحرفي واقفزي لا يتركني ابدا ابدا لا يتركني يتركني ابدا لا يتركني ايضا مثل كلمة بيتا هل تروني؟ انا اقف فوق الحرفي الحرفي واقفزي يقف جانبي واقفزي يقف جانبي جانبي احسنتم وايضا كلمة شمسا هل تروني؟ اين اقف؟ الحرفي فوق الحرفي واقفزي يتركني لا لا يتركني ابدا 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 الا في بعض من الاحيان والان سنطعم الارنب الجائع من منكم يريد ان يلعب معي؟ ويطعم الارنب الجائع؟ احسنتم هيا بنا نطعم الارنب الجائع ومن يطعمه سريعا سيفوز معي ويسحب لعبته الجميلة سريعا 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 احسنت اطعمت القرد الجائع احسنت رائع جدا 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 ما هذا الجمال؟ احسنتم احسنتم حبيباتك ولكن في بعض من الاحيان استطيع ان اترك عكادي واشلس على كراسي اصدقائي تحبون ان تعرفون اصدقائي من هو؟ احسنتم اصدقائي هما التاء المربوطة والالف التي تأتي بعدها همزة استطيع ان اجلس عليها بدون عكادي هل ترون؟ مثل كلمة؟ كرة هل ترون التاء المربوطة؟ اين تجلس في التنوين؟ فوقات المربوطة احسنتم هل يوجد عكاسي بجانبي؟ لا ابدا ابدا استطيع ان استريح بدونه مثل كلمة؟ ذرة هل ترون التاء المربوطة؟ يجلس فوقها؟ من الى؟ التنوين بالفتح جميل هواء هل ترون؟ كلمة هواء؟ طيب لديك رسالة من الحميم الزجل ولكن ستجيب عن هذه الرسالة بطريقة شكرا eman إن هذه الرسالة يحمى نعم معاجرات من العن تجيب عن الأعصب احسنتي رائع يلا يا محمد اه قطة قطة هل هي بعكزي ام بدون احسنت سقفة جمزة محمد حبيب قلبي احسنت الله رائع كلمة ارنب هل هي بعكزي ام بدون اعكزي احسنتي احسنتي انت رائعة حقا ان شاء الله شوفنا الاستاذة ريهام النهاردة ادائك الصوتي رائع فكرني بالاداء بتاع الكارتون اللي هو يتكلمه بالفصحة فادائك الصوتي كان رائع التون كانت ممتازة جدا حاولتي على قد ما تقدريني تتكلمي بالفصحة طول الوقت كنتم ممتازة والله فرستي جيد طيب وروح بقى بسرعة لاني التحكيم هبدأ من هناك المرات استاذة نهال اي رائعك في اللي شفتيه النهاردة من حيث استوري تالين واستخدام استوري تالين في التعليم حكاة رائعة صوتك يجنن بجد يعني انتي حكاة رائع جدا لغة العربية طحفة جدا فخمتي ما يمكن تفخيمه ورقاقتي ما يمكن تفخيمه انتي درسة تجويلة انا متأكدة صح انتي درسة تجويل لغة العربية رائعة محرج الفوزك حلوة جدا العصف زهن العملي فيهم تدخله في الاول بتتقاليهم طب انا شكل ايه طب انا عملت ايه طب رائع يجنن بجد انا الشخصية المعجبة بلانتي عملتي جدا وانا مش طفلة زيهم تشبيه التانوين بالفتح بالعوب كايز دي بكرة رائعة بجد يعني يدخليهم عمرهم ما ينسوها ابدا يعني بكرة يونيك ومختلف وجديدة من نوع وانت احفد مستوى الابداع النهاردة في الحصة بتاعتنا انا بحس ان المدرسين العربي بتزلموا معنا ليه؟ لاني اكتر الناس بتوع الفيزياء والكيمياء عندهم من الكرياتيوفيتي ما اصوتش كمدرس اصوت كماتيرييل ان هو يطلع شو قوي بس الستوريش اللي برضو شكل المشكالي فيه انا عاوز بقى اختلاف وانا جاي هنا شو مش جدي حصة ولكن توتلي ما شاء الله عليك انتي فعلا كصوت كمدرسة ولكن الثاني انا محتاج فعلا لان ليييييييييىى بعد اكده найдهى اقدم فكرة مختلفة انا برضو مشفتوش فكرة مختلفة عن الفكرة اي احسن ان شاء الله في السيزيني الجاي ان شاء الله دكتور ايه رأيي حاجرتي방تينه هذه الكثيرن من الحصة وال و لكن اذا انا بس ارد على مش مهندس او انا بس ارد على كلمش مهندسياذ انتثوريوقد أي新聞 CSG عملته شخص بس خلاص الشخص ده واتخدنا القصة من أول ما تقصر لغاية بقى مين بيستخدم إمتى العكاز وإمتى لا يستخدم العكاز يعني برضو ستيل جوه القصة ستيل كلي مش فكرة بس هي عملته شخص أنا عملته شخص اتكسر وبعدين معاه عكاز أحيانا بيستخدمه أحيانا لا وبعدين في تسلسل القصة ده أعتقد هو أبقى لأثر التعلم عندهم ووريته إمتى يكون عنده عكاز وإمتى لا فدي بالنسبة لي فكرة أنا عجبالي شخصية قدمتي قيمة في الأول إنه إحنا ما نتنططش وما نعملش يعني قدمتي برضو قيمة أنا بقى أنصح كل المدرسين من الوسائل التعليمية اللي أنا شفتها والأرنوب والجزر هاتوا جهاز تغليب حراري ده ممكن يعيش معاك قد إيه لا لا الجزر والأرنوب ورينة ورهم لنا بسرعة للمدرسين ممكن يعيش معاك قد إيه هو أنا فعلا لا كتير أنا بشيل وبعمل شوفوا ده يعيش عشرين سنة بس بإنك غلف الوسائل بتاعتك وقدمها بشكل حلو برابو عليك أنت رائعة شكرا لك شكرا 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 جدا تعليق لجنة التحكيم بالنسبة لي كان تعليق رائع جدا عجبني جدا مستروها أنا بشكرهم جدا وفخورا أن أنا كنت معاكم في البرنجة ودلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا فكركم إن عليكم دور مهم في المسابقة من خلال تصوتكم اللي بيمثل أرجعيين في المية من نجاح المتسابقة نسكر رجل التحكيم دورة غينال ببلاوي المهندس أحمد زكني وأستاذة نهال الحديدي ونشوفكم الحلقة الجاية واللي هتكون حلقة خاصة جدا فأنا معكم كاميرا كاميرا أنا أطلع تلك ترجمة نانسي قنرات جاءة شكرا شكرا شكرا